من بين مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات التي صادق عليها مجلس الوزراء باجتماعه الأخير وتناولها المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بيان يتعلق بخطة العمل الثانية للإستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك وخلال عرضه لمرامي وأهداف البيان بيان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية كان عثمان بامودو أن الاستراتيجية اعتمدت على ذلات مرتكزات يكمل بعضها البعض وتشكل في حد ذاتها الأهداف الاستراتيجية المطلوبة تحقيقها النمو المو انقصادي ومسدام تطوير رأس المال البشري والنفاذ للخدمات الاجتماعية الغاعدية وتعزيز الحكامة بجميع أبعادها وقد اعتمدت خطة العمل الثانية على التزامات فقامة رئيس الجمهورية وخاصة برنامج أولويات الموسع وكذلك لالتزامات الدولية لموريتانيا وبدوره استعرض وزير الإسكان والعمران والإصلاح الترابي ملامح المرسوم القاضي بإشاء لجنة وطنية لتأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أراب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهزات العمومية نظرا للتطورات الكبيرة التي خلقتها في البلد وكثرة الأشغال كانت الحاجة ما السعر لأن يتم إعداد منظومة وطنية تشغل على تصنيف المؤسسات في مجالات المقاولات المختلفة وخرصنا التجارب اللي في العالم دول مجاورة خصون فيه شي منها يعدل لجنة واحدة يعدل نظام تصنيف وتأهيل واحد لكل قطاع من القطاعات اللي هي معنية بالأشغال العمومية وفيه بعضها يعدل لجنة والله نظام مشترك بين القطاعات كاملة اللي معنية بهذا ذيك القطاعات شنهي هون فيها وزارة الإسكان فيها النقل والتجهيز وفيها الزراعة وفيها المياه والصرف الصحي والطاقة كل الوزارات اللي تعدل لأشغال العمومي احنا هون اخترنا ياك ما نعقدوا لهم حتى لأن عدلوا لجنة واحدة تضم هذه القطاعات كاملة وممثلة فيها القطاعات اللي هي معنية مملي بتصنيف المؤسسات كيف تفتصندوق الوطني الضمان الاجتماعي ياكاش لأنه غم شرط على أن جميع العاملين في المؤسسات المقاولة عنهم عودوا عندهم ضمان صحي لابدى يجيب شهادة من صندوق الوطني الضمان الاجتماعي لأن عماله كامل يعلنهم مؤمنين لابدى يجيب من عند الضرائب مثلا لابدى يجيب من عند جهات مختلفة يأكي ثبت صدقية المعلومات اللي يتقدم فيها ومن جانبه استعراض وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بيانا مشتركا يتعلق بافتتاح السنة الدراسية 2022 2023 تم استعراض جميع الترتيبات اللي مش انها تمكن من انطلاقها فعلية ومناش حال هذه العملية وفي هذا المجال استعرضنا كيف قلت الترتيبات العملية اللي متعلقة بالوضع الحالي اللي يتميز بأولا ان واحد من ملامح المدرسة الجمهورية هو على ان السنة الاولى لا يتعود سنة خاصة بالتعليم العام اذا ما مقبول على ان يعود القطاع الخاص بالنسبة للتعليم يسجل فيها يرقاس وهذا كان صريح واضح ولا رجعت فيه نقبض كذلك الترتيبات في هذا الاطار من اجل استيعاب جميع التلاميذ اللي كان يفترض على انهم يقلسوا القطاع الخاص من اجل تمكن من استيعابهم على مستوى نواكشوت وعلى مستوى الداخل من المسائل كذلك اللي جديدة في هذا الامر هو توحيد الزيد المدرسي توحيد زي المدرسي عنده ابعادة متعددة اولا على ان تلاميذ لا هي يقرأوا فضاء واحد ما فهم تميز بينهم من ناحية اللباس ولا من ناحية شكله وبالتالي هذه من ناحية تربوية عملية مهمة ومن بين ردود وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة رده على سؤال حول اسعار المحروقات اختير الذكر لم يتم مرافع الدعم المحروقات تم نقص ذو الدعم غير الدعم ما زال قايم وموجود وهذا القطاع كما تعلمون القطاع اسعاره تتحكم بهم السوق العالمية تندقص اليوم وتزاد الصبح وبالتالي الاخر القرار اللي فات انقبض فيها ما انقبض ما هو بعد دراسة ست شهر متتالية من طلوعه من ارتفاع السعر وفم ياسم الخضارك خرص الاسعار رايحي رجعت انتم موالكم تنقصوا نختير لنبه هذول اخوة اللي عندهم اللي النظرة انهم اللين يخرصوا تراجع الاسعار يخرصوا ملي مدى سرع التراجع والتراجع وحول ما يوثار بشأنه تقديم الوزير التهديب الوطني واصلاح النظام التعليمي السابق استقالته رد الناتق باسم الحكومة نختير نقول عن الحكومة ذريق متكامل من حيث التكوين من حيث الخبرة من حيث التجارة وكل ما دعت الحاجة على ان يخلق فيه تعديل يخلق ورواية عادية وذلك اللي حدوا واللي قدروا لكن ملا الصلاحيات اللي وفقها من الرئيس الجمهوري الوزير سقو وزير لم يستقل وهو وزير اساسي وشارك بصيفة عالة ذا مشروع ذا خامت رئيس الجمهوري ترجمة نانسي قنقر